توافد عدد كبير من الوزراء والمسؤولين وعشرات من وفود الدول الأجنبية المشاركة في قمة المناخ على معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام على هامش قمة الأمم المتحدة للمناخ وأبدو إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها ومراعاتها للمعايير البيئية ويأتي تنظيم جناح معرض تراثنا بهدف إطلاع الوفود الدولية المشاركة على تجربة مصر في إحياء الحرفة اليدوية والتراثية ومساعدة أصحابها على الوصول لمنتجات متميزة تراعي الاشتراطات البيئية في تصنيعها نسخة مصغرة من معرض تراثنا تقام هنا بإحدى قاعات المنطقة الخضراء على هامش قمة مؤتمر المناخ السابع والعشرين عرض للحرف اليدوية والتراثية بيد مصرية أصيلة لمنتجات مصنوعة من مواد صديقة للبيئة سواء بإعادة تدويرها أو تشكيلها مرة أخرى لتجنب آثارها السلبية على الطبيعة الجهاز ترميتر مشعات هو الجهة المنظمة لمعرض تراثنا من عام 2019 ومعرض تراثنا هو أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية في مصر عملنا تحت العاية السيد رئيس الجمهورية بقلنا ثلاث سنوات دلوقتي وحرصنا على وجودنا في الكوب 27 لإظهار المشروعات الصديقة للبيئة هنا تجد منتجات من قطع الأقمشة والمخلفات الزجاجية والبلاستيكية تغير شكلها تماماً وأصبحت حقائب وأدوات منزلية جديدة فيما تجد معرضات أخرى من مخلفات نبات الحلفة والذرة وخوص النخيل تحولت لملابس وأيضاً تجد من مستحضرات تجميلية صديقة للبيئة طبيعية بعبوات زجاجية عملنا ديزاين المنتج هو معمول من الفواكه المجففة والنطس اللي تطلع عندنا في الجبال واللي بيدي يعني بنسوق ده في سنتي كاترين للهايكرز والناس اللي بتمشي أيام طويلة في الجبال في الرحلات بنقدم مستحضرات تجميل صديقة للبيئة عملنا منتجات صديقة للبيئة في التغليف والمنتج نفسه بيتحلل بسهولة احنا نزلنا هنا مع جهاز نمية المشروعات على أساس نحن منتج صديق للبيئة مثلا مخلفات الإزاز أيا يكون إيه هي احنا بنقصها بطريقة ما تقزيش البيئة وفي نفس الوقت أنا ديت قيمة للمخلفات ووفرت فلوس للسيدات هدفنا الأساسي الحفاظ على البيئة نقلل نسبة التلوث نوفر فرص عمل للسيدات ربات المنزل تجربة مصرية في إحياء الحرف اليدوية تتمثل هنا بجناح معرض تراثنا بهدف إطلاع الوفود الدولية المشاركة بمؤتمر المناخ على المنتجات التراثية المتميزة الصديقة للبيئة من مختلف محافظات الجمهورية سالي سالم التلفزيون المصري